إذا راقب الله وقبل ذلك كله إذا خلصت سريرته وصدقت نيته ليس العلم بكثرة ما يقرأه الإنسان ولا بما يسمعه ولا بما يملأ عليه العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء ومن خلصت لله سريته وعليم الله منه أنه ما أراد بأمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا خيرا كتب الله السداد على لسانه والبيان في قوله ونفع الله بكلماته المسلمين حتى تكتب له وهذا كله يبقى لا أستطيع أحد أن يحكم على أحد ولا أستطيع أحد أن يمدح أحدا على إطلاقه ولا أن يذم أحدا على إطلاقه الدنيا بما ظهر والآخرة بما أسر وربنا يقول يوم تبل السرائر والمراد صدق النية مع الرب تبارك وتعالى هذا الذي علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر